السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم على قناتنا قناة حراء التعليمية اهلا بكم في ماديتنا مادة العلوم نستكمل مع بعض درس بديد ان شاء الله هناخد مع بعض درس في من دروس الواحدة التانية الواحدة التانية بتتكلم عن الطاقة هناخد الدرس الاول بيتكلم عن الطاقة مصادرها وصورها نبدأ ان شاء الله بإذن الله بالمراجعة الجزئية السؤال عندنا بيقول عليها يملأ المستوى قبل المستوى يملأ المستوى قبل المستوى ام. طبعا لان طاقة المستوى ال اقل من طاقة المستوى ام. وحنا قلنا الحصة اللي فاتت او الفيديو اللي فيت. اننا ببتيجي اامل المستوى الاقل في الطاقة ثم اامل المستوى الاعلى في الطاقة. هنبتدي يا ولاد نتكلم عن الطاقة. واحنا ننمثل الطاقة بالوقود بتاع السيارة. طب ايه الوجه التشابه بين الوقود والطاقة? تعالوا بينا كده لما نيجي نتكلم على الوقود داخل السيارة ده بيشبه الغذاء اللي احنا بنتناوله. اللي اتنين بينتج عنهم احتراق. ومن الاحتراق دوت بينتج طاقة. والطاقة ديت اللي بتمكن السيارة من الحركة. وكمان بتمكن الانسان من القيام بالعمليات الحيوية والوظائف والانشطة اليومية. معنى كده ولاد ان دور الوقود داخل السيارة. يشبه دور الغذاء. تمام الله ينوره. داخل جسم الانسان. وعايزين نركز ان الاتنين يحتوى على طاقة كيميائية. يعني الغذاء والوقود يحتوى على طاقة كيميائية. ويكون مختزة لداخل جسم الانسان. نكمل مع بعض. الشغل. امتى اقول الانسان متستطيع ان هو يبزل شغل? قالك اذا اثرت قوة على جسم فتحرك مسافة. يعني عندي ترابي اذا زقتها مسافة معينة يبقى انا كده عندي قوة. وفي مسافة التحرك يبقى انا كده بزلت ايه? شو? طبعا. فتحركت جسم مسافة او ازاحة معينة في نفس اتجاه تأثير الكوة. يقول في هذه الحالة ان هناك شغل قد بزل على هذا من الجسم. طيب امتى اقول ان ما فيه شغل يتبزل? لو انا بزوق الجسم زي مسلا بزوق الحيطة طبعا مش هقدر حرك الحيطة بمكانها بجسمي. فبالتالي يقول يقول ان الشغل بيساوي صفر بالرغم من انا بزلت ايه? مجهود. يعني مهم جدا عشا اقول ان الجسم بزل شغل لازم يحصل فيه تغيير في المسافة. زي ما احنا شايفين اولاد الشخص اللي قدامنا دوت هو طبعا هو بيبزل مجهود. ولكن هو كده ما بزلش شغل. ليه? هو بيزوق الحيطة. طب يا ترى الحيطة دي هتتحرك من مكانها? لا. يبقى الشرط التاني اللي هو التغير في المسافة او الازاحة مش موجود. عشان كده السؤال بيقول يعلل الشخص الذي يدفع حققا لا يبزل شغل. ليه بقى? هقول له لان الازاحة المقطوعة تساوي صفر. تعالوا بينا كده نشوف القانون بتاع الشغل. قال للشغل بيساوي القوة في الازاحة. وطبعا ممكن اه اعبر ببعض الرموز عن الشغل والقوة والازاحة. طبعا الشغل حرموز له بالرمز شغل. القوة قاف. والازاحة هي اصلا مسافة ولكن ليها اتجاه. طب تيجي نشوف في الوحدات. قال الشغل وحدته الجول القوة بالنيوتن والمسافة او الازاحة بالمتر. يبقى القانون بتاعي زي ما انت شايف المسالص بتاعنا مهم جدا. لو انا عايز احسب القوة. 해قدر اقسم الشغل على المسافة او الازاحة. طب لو انا عايز اه احسب المسافة احسب الشغل على القوة. وطبعا لو انا عايز الشغل انحضرل القوة في الازاحة. ناخد بالنا من القانون ونحفظه كويس جدا. تهعد كنا? مثال عندنا يا ولاد احسب مقدار الشغل المفزول عندما تؤثر قوة مقدارها 50 نيوتن خلي بالك القوة 50 نيوتن على جسم لتحركه مسافة 10 متر في نفس اتجاه التأثير طبعا هنا هنقول هنحط القانون بتاعنا ان الشغل بيسوي القوة في الازاحة يعني القوة عندي ب50 والازاحة بتسوي عندي 10 50 في 10 ده يديني 500 جول تعالوا بينا نشوف الطاقة طب يعني ايه الطاقة اللي الطاقة هي القدرة على بازل شغل او احداث تغيير وطبعا هنا وتقدر بوحدة الجول تعالوا بينا نشوف مصادر الطاقة انا عندي مصادر كتير للطاقة طبعا اول مصدر كنا بنقول طبعا ان الشمس هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الارض وطبعا دي مصدر دائم وبيكون مصدر نظيف تعالوا نشوف تاني مصدر اللي هي الرياح وده مصدر متجدد وبرضو نظيف نيجي نشوف حركة المياه طبعا حركة المياه دي مصدر برضو متجدد ومصدر نظيف للطاقة عندي بعض المصادر التانية زي التفاعلات النووية وزي الغذاء وزي الوقوف طبعا تعالوا بينا كده نشوف السؤال اللي عندي دوت او المعلومة ديت اللي ممكن تيجينا على هيئة سؤال بيقول لي تلجأ الدول المتقدمة الى استغلال الطاقة الصادرة عن او من الشمس والرياح وحركة المياه هنا اقدر اقول له بقى عشان هي طاقة نظيفة غير ملوسة وغير مكلفة وطبعا طبعا من الطاقات الدائمة اللي انا اقدر ان انا الاقيها في اي وقت عندي عشان كده الدول بتلجأ لايه لاستخدام تمام وده نوع من انواع الهرب من المصادر اللي بيصدر عنها تلوث هوائي شديد جدا تعالوا بينا نكمل كلامنا هنا بقى حنتكلم عن صور الطاقة طبعا ياولاد احنا درفنا صور كتير للطاقة حنقول بعض الامثلة عليها عندي اول نوع من انواع الصور ديت الطاقة القهربية دي زي الطاقة النتجة من الخلايا الشمسية والمولدات اللي باتخدم فيها الرياح تاني نوع من مصادر الطاقة او من صور الطاقة اللي الطاقة الضوئية مثل الطاقة الناتجة من المصباح الكهرابي او المصباح الزيت عندي كمان الطاقة الحرارية ودي ازي الطاقة الناتجة من السخان الزيتي ومدفقة الخشب او الفح وكمان جهاز الطهي بالغير عندي كمان ياولاد الطاقة الكيميائية ودي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو من البداية قلنا دي الطاقة المختزنة في الغذاء والوقود وبطارية السيارة بعد كده يا ولاد عندي الطاقة النووية مثل الطاقة النتجة من نواة الزهرة واحنا كنا اخدنا قبل كده او هنتكلم فيما يلي ان داخل النواة فيه كمية كبيرة جدا من من الطاقة انا قدر اطلح اللي اسمها الطاقة مين النووية وبتكون زي ما انت شاف كده في الصورة موجودة في حاجة اسمها التفاعلات النووية رقم 6 بعد كده عندي طاقة الوضع هندرسها بالتفصيل بعد كده طاقة الحرك هندرسها بالتفصيل وبعد كده عندي الطاقة الميكانيكية بقدر هندرسها بالتفصيل فيما يلي يبقى عندي الوضع والحركة والميكانيكية هم موضوع الدرس في الشرائح الاتية تعالوا بنا نتكلم على اول مثال هنا طاقة الوضع طب انا عايز اعرف يعني ايه طاقة الوضع اللي طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه. يعني ايه? يعني انا مثال لو انا عندي آآ قوس. وانا عايز اجذب الوطر بتاع القوس دوت. انا لما باجي اشده انا كده عملت شغل. طب عملت شغل دوت. قال لي الشغل دوت. اللي انا بزلته خزن طاقة داخل الايه? داخل القوس دوت. طب لما انا هسيبه هيتحول لنوع تاني من انواع الطاقة. يبقى المسال عندي عند جذب وطر قوس يتم بازل الشغل عليه. بيتم تخزين الشغل دوت على هيئة طاقة وضع. بيجي سؤال ويقول لي ما معنى ان طاقة وضع جسم تساوي عشرين جول. هقول له اي ان الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المفزول عليه تساوي عشرين جول. خدت بالك ان الوحدة بتاع الطاقة الوضع طبعا عشان هي شغل فبرضو وحدتها الجول. بعد كده يا ولاد هنتكلم عن العوامل المؤثرة في طاقة الوضع. اول عامل وزن الجسم. علاقته بطاقة الوضع علاقة ارضية. يعني كل ما وزن الجسم زاد كل ما الجسم يقدر ان هو يخزن طاقة جواه اكبر. ارتفاع الجسم عن سطح الارض. يعني انا وانا عندي شنطة مدرسة. وانا مثلا شنطي طلع بها السلم. الطاقة اللي هتخزنها في الدور الاول هتكون اقل من الطاقة المختزنة مثلا في الدور الخامس. كل ما بطلع الاعلى كل ما بزيد طاقة الوضع. ملحوظة. اختلاف قيمة وزن الجسم عن قيمة الكتلة. طبعا الكلام ده كنا خد نفسنا ستة. وقلنا ايه? خلي بالك ان الوزن واو بيساوي الكتلة كاف في عجلة الجاذبية الارضية جيم. وطبعا الكتلة بتاعت الجسم مهما غيرنا المكان هي سبتة لكن اللي المتغير عندي هو عجلة الجاذبية الارضية بالقرب والبعد عن مركز مين? الارض. يبقى الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. تعالوا بينا ياولاد بيشوف السؤال. بيقولي ما معنى ان طاقة وضع جسم تساوي صفر. طب امتى تكون طاقة الوضع بتساوي صفر? قال لي ايوة لما يكون الجسم موضوع على سطح الارض. تعالوا بينا نشوف قانون طاقة الوضع. قال لي طاقة الوضع اقدر ارمز لها بالرمز طه واو. بيساوي وزن الجسم اللي هو واو في الارتفاع ته. طبعا طاقة الوضع قلنا دي وحدتها الجول. اما وزن الجسم بالنيوتن والارتفاع بالمتر. نحفظ القانون دوت. طبعا المثلث بتاعنا مهم جدا. انا عندي طاقة الوضع هيات بتساوي حاصل ضرب الوزن في الارتفاع. لو انا عايز احسب الوزن حقسم طاقة الوضع على الارتفاع. ولو انا عايز احسب الارتفاع حقسم طاقة الوضع على الوضع. بعد كده عندي مثال يا ولاد على طاقة الوضع. احسب طاقة وضع جسم كتلته ستة كيلو جرام. يوجد على ارتفاع تلاتة متر من سطح الارض. حيث ان عجلة الجاذبية الارضية عشرة متر لكل ثانية تربية. موضوع بسط جدا وسهل. طبعا عشان نحسب طاقة الوضع، يجب ن socialism لدي لدي الوزن طيب أنا مصدر في الامن التي لدي لدي الوزن protects فأنا لازم أرح أجيب الوزن أول خطوة لدي الوزن، يتسوي الكتلة في عاجلة الجاذبة الأرضية الكتلة ت mechanically给 you 6×10×60 نيوتن كذلك لديت الوزن يلا بينا نضرب الوزن في المسافة يبقى طاقة الوضع بيساله الوزن في الإزاحة يبقى ستين نحن جبناها اللي هي الوزن في المسافة اللي هي تلاتة ده بيديني مية وتمانين جول تعالوا بينا نشوف بعض الأسئلة بيقول لي ماذا يحدث لطاقة الوضع في الحالات الآتية إذا زاد وزن جسم للضعف مع ثبات ارتفاع طبعا أولاد لو زاد وزن الجسم إيه اللي هيحصل قال لي أيوة بتزاد طاقة الوضع للإيه برضو للضعف لأن احنا قلنا في بينهم علاقة إيه بينهم علاقة طردية طب بيقول لي إذا قلت المسافة الرأسية التي يرتفعها الجسم للنصف مع ثبات وزنه برضو ياولاد هنا حتقل طاقة الوضع للنصف تعالوا بينا نشوف السؤال الثالث بيقول لي إذا زاد وزن جسم للضعف وقل ارتفاعه للنصف طب خد بالك كده هو أنا دلوقتي لما زود الوزن للضعف ولما أقلل إيه الارتفاع للنصف كأني بضرب اثنين في نصف يبقى معنى كده المحصلة اللي هي بتاعة طاقة الوضع في النهاية هتدينا نفس القيمة لأن أنا بضرب عشان أجيب طاقة الوضع بضرب مين في مين بضرب الوزن في الارتفاع وبما إني زودت الوزن للضعف يعني كأني ضربته في اثنين وقللت الارتفاع للنصف كأني ضربته في نصف لما أقول اثنين في نصف هيديني واحد معنى كده إن قيمة طاقة الوضع تظل ثابتة كما هي يبقى حقوله تظل طاقة الوضع ثابتة كما هي نكمل مع بعض سؤال المتفوقين اختر الإجابة الصحيحة إذا زاد ارتفاع الجسم للضعف خلي بالك ارتفاع زاد للضعف مع سباية الوزن في إن طاقة الوضع تقل للنصف تقل للربع تزداد إلى أربع أمسال تزداد إلى الضعف بعد أولاد ما تكلمنا على طاقة الوضع هنبتدي نتكلم على طاقة الحركة طب أنا دلوقتي طاقة الحركة تعرفها إيه قال لي طاقة الحركة هي الشغل المبزول أثناء حركة الجسم طب تعالوا بنا ناخد مثال نفس المثال اللي إحنا ابتدينا لأوليني هو أنا لما كنت بشد الوطر دوت طب أخزن طاقة وضع طب لما أنا أحطرقه إلا حيجرى بقى طاقة الوضع المختزنة ديت الله ينور إلى طاقة حركة عشان كده بقولي المثال عند طرق وطر مجدود فإن الشغل المختزن في الوطر يتحرر في صورة أو في صورة طاقة حركة تعالوا بنا نشوف المثال اللي عندنا عند طرق وطر مجدود فإن الشغل المختزن في الوطر يتحرر في صورة طاقة حركة عندي سؤال بيقولي ما معنى أن طاقة حركة جسم تساوي خمسين جول يبقى أنا حقول له أي أن الشغل المبزول أثناء حركة الجسم تساوي 50 جول نكمل مع بعض العوامل المؤثرة في طاقة الحركة هنعرف إيه اللي بيخلي طاقة الحركة تزيد أو تقال نشوف كده مع بعض أول حاجة عندنا كتلة الجسم علاقة هنا علاقة ترضية كلما زادت كتلة الجسم كلما زادت طاقة الوضع بعد كده عندي يا مستر سرعة الجسم كلما كانت سرعة الجسم كبيرة كلما كانت طاقة الحركة بتاعته أكبر فبالتالي علاقة بروا عبامينهم علاقة من ترضية طب تعالوا بينا نكتب بقى أو نتعرف على قانون طاقة الحركة اللي طاقة الحركة اللي هي طاقة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة يعني عندي طاقة بتساوي نص كاف في عين تربيع طبعا طاقة الحركة عندي بالجول والكتلة عندي بالكيلو جرام وطبعا السرعة علاقة بمتر الكل ثانية لما أقول مربع السرعة يبقى متر الكل ثانية لكل تربيع تعالوا برضو نشوف سؤالنا بيقول ما معنى أنه طاقة حركة جسم تساوي سفر أيواء المرة دي هقول أي أن الجسم في حالة سكون تمام ليه بقى هو لما يكون الجسم في حالة سكون معنى كده أن السرعة بتاعته بصفر لما اجي حسب له طاقة الحركة تمام يبقى لما اجي اضرب الكتلة لأن طبعا كده كده الجسم ليه كتلة إنما السرعة بتاعته لأنه ما بيتحركش بيكون بصفر لما اضرب قيمة الكتلة في الصفر حيدينا صفر يبقى في النهاية المحصلة عتبقى صفر طبعا ده القانون بتاعنا بفكرها بي تاني بقول طاقة الحركة نص كاف في عين تربيع بعد كده يا أولاد عندي مثال على طاقة الحركة احسب طاقة حركة جسم كتلته 8 كيلو جرام وسرعته 2 متر الكل ثانية القانون عندي كان بيقول نص كاف عين تربيع قاديا مستر طاقة الحركة صح بتساوي نص كاف عين تربيع يعني نص في 8 اللي هي كتلة في عين تربيع اللي هي مربع الاتنين يعني لو ضربتها كده ععرف إن المقدار ده كل بيساوي 16 جول بيقولي سؤال ماذا يحدث في الحالات الآتية رقم واحد إذا زادت سرعة جسمه متحرك للضعف مع ثبات كتلته طيب أنا لسه قايل إن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة خد بالك هنا بيقولك إن السرعة هتزيد للضعف معنى كده إن عين اللي عندي ديت هتبقى 2 عين طب 2 عين دي لما ربعها هتبقى بكام ب4 عين تربيع معنى كده يا أولاد إن طاقة الحركة هتزاد لأربعة أمثال قمتها طبعا خدت بالك أنا اللي 4 دي جات منين أنا المفروض السرعة بتاعتي كانت عين هي دلوقتي تحولت ل2 عين طب أنا المفروض إن أنا هربع السرعة 2 عين لما ربعها هتبقى 4 عين تربيع يبقى معنى كده طاقة الحركة هتبقى أربعة أمثالها أو أربع مرات من قمتها ثاني سؤال بيقول لي إذا قلت كتلة جسمه متحرك للنصف وزادت سرعته للدع أخد بالي كويس قوي من ماذا يحدث لما يجيب لي أي حاجة بتخص العلاقات الرياضية بين الوحدات ديت أو بين الكميات طب أنا لما اجيك بالقانون هقول له طاقة الحركة بتساوي نصف الكتلة في مربع السرعة طب هو بيقول لي إن الكتلة ما لها هتقل للنصف هعوت عنها بنصف جميل قوي يعني كأن ضربت نصف في نصف يبقى كده أنا عندي ربع طيب المفروض إن أنا حضرب في كام بقى يقول لي إن السرعة زادت للدعف لسه حزبنها يعني هتبقى أربع عين تربية معنى كده أولاد إن أنا حضرب ربع في أربع عين تربية يبقى هنا يا أولاد حنقول تزداد طاقة الحركة للدعف تزداد طاقة الحركة للدعف الكتلة هتكون بنص والسرعة هتبقى بأربعة 2 قص 2 بكام بأربعة يبقى أربعة في نص بكام باتنين يبقى طاقة الحركة هتزداد بمقدار كام الضعف. بعد كده يا ولاد. ثالثا بقى الطاقة الميكانيكية. طيب احنا كنا اتكلمنا في الجزء الاول عن طاقة الوضع. قلنا انا بخزن شغل. طيب بعد كده اتكلمنا عن طاقة الحركة. طاقة الحركة قلنا ان انا الشغل ده تاني بتحاول تقسمها طاقة حركة. اللي اتنين مع بعض يطلق عليهم الطاقة الميكانيكية. يبقى هي مجموع طاقتاي الوضع والحركة للجسم. فرضا عندي مسلا الجسم. وطاقة وضعه فرضا خمسين. وطاقة حركته مثلا خمسين. خمسين وخمسين يبقى هنا الطاقة الميكانيكية كلها بكام بمية. طبعا مش شرط يكونوا متساويين مع بعض. ممكن تبقى خمسين وسبعين مية وعشرين وهكذا. نكمل مع بعض. ما معنى ان الطاقة الميكانيكية الجسم تساوي ميت جول. هقول هنا اي ان مجموع طاقتاي الوضع والحركة للجسم تساوي ميت جول. اي ان مجموع طاقتاي الوضع والحركة للجسمي بيساوي كام ميت جول زي ما انت شايف كده رسمة اللي عندنا اللي هو دي ادي الوطر المشدود خزلنا في اه شغل كده طاقة التوضع لما سيب الوطر يتحرك بحرية هيتحول طاقة الوضع لطاقة ايه حركة بيقولي عندي مثال بيقولي احسب الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك اذا علمت ان طاقة وضعه الف جول وطاقة حركته متين وثلاثين جول طبعا احنا لسه قايلين ان الطاقة الميكانيكية بتساوي مجموع طاقة الوضع ولا حركة طبعا زي ما انت شايف المسألة جاية مباشرة جدا جايب لي طاقة الوضع وطاقة الحركة كل اللي هعمله ان انا اكتب القانون اقوله الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة حجمه الف زائد متين وثلاثين حتتديني الف متين وثلاثين جول خزف شخص كرة كتلتها خمسة من عشرة كيلو جرام لاعلى واثناء مرهب النقطة اكس التي ترتفع اربعة متر عن سطح الارض كانت السرعة تلاتة متر لكل ثانية تربية المطلوب مننا احسب الشغل المبزول على الكرة عند النقطة اكس حيث ان عجلة الجاذبية الارضية عشرة متر لكل ثانية تربية في المسائل الشبه كده بنحتاج ان احنا نرسم زي ما انت شايف كده واحدة واحدة كده مع بعض انت قلت السرعة بتساوي تلاتة يبقى انت كده عندك عرس معينة هي بتساوي تلاتة متر لكل ثانية النقطة اكس هي الدايرة السودة اللي انت شايفها دي ارتفاع عن سطح الارض كام اربعة متر طيب وكتلة الكرة نفسها كام خمسة من عشرة كيلو جرام عايزين اعرف هنحل ازاي هنبص كده في الشريحة التالية حرس براس متين عشان تكون قدامنا نقول كده مع بعض انا محتاج الاول حاجة جيب الوزن الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية يعني الوزن بيساوي خمسة من عشرة لها كتلة في عجلة الجاذبية يعني ديني خمسة نيوتن طيب محتاج بعد كده اروح اجيب طاقة الوضع هو الوزن في الارتفاع طاقة الوضع هتساوي الوزن خمسة في ارتفاع اللي وصلت ليك كرة اللي هو اربعة خمسة فاربعة بكام بعشرين جون بعد كده محتاج اجيب طاقة الحركة طيب طاقة الحركة كلونها ايه نص في كاف في عين تربيع نص في كاف في عين تربيع هعود بعد كده هقول نص كاف بخمسة من عشرة في عين تربيع اللي هو تلاتة تربية ده كده هيديني اتنين وخمسة وعشرين من مية واحدة واحدة عشان ما انتهش انت في الخطوة الاولى اللي هي لونها باخدر دي قدامك جبت طاقة الوضع بعشرين جون. في السطر اللي تحت جبت طاقة الحركة اللي هي باتنين وخمسة وعشرين من مية كده محتاج ان انا اجيب الشغل المفزول اللي هو قصده به ايه? الطاقة الميكانيكية. يبقى لو جالك في الامتحان قال لك احسب الشغل المفزول تفهم كده ان الشغل المفزول هو الطاقة الميكانيكية. طيب الطاقة الميكانيكية حجم على الاتنين مع بعض اللي احنا جبناها تقتل وضع وتقتل حركة تقتل وضع كهب بعشرين والحركة باتنين وخمسة وعشرين من مية يبقى المجموع كله اتنين وعشرين وخمسة وعشرين من مية جود تعتبر مسألة سهلة جدا هي قا طويلة شوية بس تعتبر بالمسائل السهلة تقدر تشتغل عليها بكل سهولة نشوف دلوقتي يا ولاد سؤالنا سؤال المتفوقين وسؤالنا بيقول اختر الاجابة الصحيحة اذا زادت سرعة الجسم للضعف مع ثبات الكتلة فان طاقة حركته واحد تقل للنصف جملة ثانية تقل للربع جملة ثالثة تزاد الى اربعة امثال ولا تزاد للدعم اه اه اكملنا ان انتم استفدتوا اه من مشاهدة الفيديو بتاعنا و اه اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اه مع مدتنا مادة العلوم على قناتنا قناة حراء التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة